يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما توجيهكم للذين يقولون عند دعائهم المسمى بالصلاة النارية كذا بعد قولهم اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج فلكل غلو وإطرى والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه قال قولوا واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الصلاة الكاملة وإذا قلت صلى الله عليه وسلم أيضاً فهذا مشروع لأن الله قال يا أيها الذين ممنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأقل شيء تقول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله أما حلال العقد وفراج الكرب هذا من الغلو والعياذ باله هذه صفات الله عز وجل هو الذي يحل الكرب وهو الذي يفرج الكرب هو الله عز وجل الله قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله نعم